506 لايكات ورح تجيكم احلى مفاجأة فوقف المقطع وحط لايك الحين يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة بمقطع جديد وقليتش ملابس امهكرة زي اللهب طبعا في مقاطع اللي هو قليتشات الملابس السابقة اغلب الاشخاص كانوا يقولون يا صالح ان نبقى ملابس امهكرة لكن ما نبقى نحذف له الشخصية الثانية او ما نبقى نحذف ملابسنا ففي هذا المقطع وفي هذا القليتش رح تاخذ ملابس امهكرة بدون ما تحذف شخصية او بدون ما تخسر اي ملابس طبعا معلومة اخرى من هذا القليتش برضو تقدر تجيب جميع انواع السراويل المهكرة لشخصية الولد على سبيل المثال السروال الازرق او السروال الابيض تقدر تجيبهم من هذا القليتش ركز معايا في الفترة اللي راحت كثيرين جدا طالبوني ان نزل لبسي او نزل طريقة جيب بها السروال الابيض ففي هذا المقطع رح تقدر تجيب اللي هو السروال الابيض والسروال الازرق او مثلا انت بغ الرصاصي تقدر تجيبه الاخضر تقدر تجيبه الوردي اكيد تقدر تجيبه من هذا القليتش لكن خنوني اوضح شي قبل ما نبدأ في القليتش انه مقطع اليوم نسبة انه يطلع لك اللي هو السروال الابيض او السروال الازرق نسبة بسيطة جدا ونسبة ضئيله جدا لكن انا عندي مقطع ثاني يعني مقطع قليتش ملابس جديد ما نزلته باقي diyor موجودة عندي وجاهز وكل الشي اللي هو يخليك يعني يعني يضيد نسبة انه يطلع لك اللي هو السروال الابيض يعني تسوي القليتش Gibson 100% رح يكون معك اللي هو السروال الابيض يعني إذا سويت القليتش تمام ووضعك تمام ما رح تطلع من القليتش إلا معك اللي هو السروال الابيض او السروال الازرق او السروال النادر اللي تبغاه طيب اصالح ليه ما تنزلوا راح انزلوا ان شاء الله اذا وصلنا 506 لايكات لازم 6 لايكات فاذا وصلنا 506 لايكات راح انزل المقطع فلتس جيت ستارتد ان اوار قليتش يلا نبت في القليتش حقنا طيب اول شي راح تروح لي اللي هو الوفلاين حلو سواء كان شخصيتك مايكل او فرانكلين او تريفر اي شخصية الحين راح نبدأ اللي هو نجمع البايوتي بلانس او اللي هو النبتات اللي خليك تتحول لحيوانات وقع الكل اعرفها طيب اول وحدة راح تكون في المكان هذا اللي هو قريب من الشاطئ زي ما تشوفون طبعا يحتاج لك هوليكابتر راح اترك لك اللي هو كل ما تصير هوليكابتر في خانة الوصف راح تتوجه لهذا المكان بعدها راح تطلع فوق السطح زي ما تشوفون اللي هو راح يكون هذا المكان من برة راح تطلع اللي هو فوق السطح بعدها راح تتوجه لي اللي هو البايوتي بلانس او اللي هو النبتة زي ما تشوفون هذه هي النبتة راح تروح تضغط عندها اللي هو سهم يمين راح يتحول معاك اللي هو نوع من انواع الطيور لكن حنا نبغى اللي هو نوع معين وراح يطلع لك في الاربع الاماكن اللي راح اوريكم هي لما يدخلك الطير امشي بيلو شوية بعدها راح تتمي ضاغط على سهم يمين عشان يطلعك من الطير ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 لما تاخذ اي سيارة شارع كل اللي عليك انك تتوجه ليه اللي هو تايم ترايل او اللي هو المنطقة الموفية زي ما تشوفون لما توصل عندها راح توقف بعدها راح تضغط الواسام يمين راح يقولك تايم ترايل ستارتد راح تحول على شخصية الاوفلاين مو شرط فرانكلين اي شخصية كيف حول راح تتمي ضغط على سام تحت وراح تختار الواسام الشخصية لما يرجعك offline كل اللي عليك انك ذوك الانتراكشن مينيو ورح تخش على اللي هو الDirector Mode لما يدخلك على الDirector Mode كل اللي عليك انك تروح عند اللي هو Actors أو أول خيار بعدها راح تروح عند اللي هو Animals أو أول خيار برضو ورح تضغط مثلث على الطير حقنا اللي هو اللي تشكل نهواك رح تضغط عليهم مثلث بعد ما تضغط عليه مثلث راح تضغط اللي هو دايرة راح تروع عند الوى الخيار رقم 10 اللي هو الـ Online Characters وبرضو راح تضغط الـ Home 3 على شخصية الـ Online حقنا بعد راح تضغط الـ دايرة مرتين راح تروع عند الوى Shortlist Actors أو الخيار رقم 3 وتأكد ان الحلوين هذولا موجودين عندك اللي هو شخصية الـ Online والطير اذا تأكدت وضعك تمام كل اللي عليك انك تضغط دايرة واحدة وبعدها راح تختار اللي هو Exit Story Mode لما يطلعك اللي هو Story Mode كل اللي عليك الحين انك تسوي Start بعد الـ Start راح تروع عند Online بعد الـ Online Play GTA Online وراح تخش الـ Invite Only Session أو Server الحالة لما يدخلك الـ Online في Server الحالة كل اللي عليك الحين انك تفك الـ Interaction Menu بعدها راح تروع عند Style بعدها الـ Style عند Parachute وراح تركب اللي هو الـ Parachute بعد راح تضغط اللي هو دايرة 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 انتظر اللي هو علامة صفرة تطلع تحت في اليمين جدا جدا ضرورية هذه العلامة تطلع يعني بعد ما تركب الـ Parachute وتشيل الـ Interaction Menu انتظر هذه العلامة تطلع لين ما تروح اذا طلعت لك وراح تقول اللي عليك انك تأخذ لك اي سيارة شارع ترجع مرة ثانية عند اللي هو Time Trial وراح تضغط اللي هو سهم يمين بعد ما تضغط اللي هو سهم يمين راح تحول لشخصية الـ Offline كمان مرة لما تخش على الـ Offline كل اللي عليك انك تفك الـ Interaction Menu وراح تخش على اللي هو الـ Director Mode لما يدخلك على الـ Director Mode كل اللي عليك انك تروح عند اللي هو الخيار رقم ثلاثة وراح تتمي ضاغط على سهم تحت عشان يبدأ يبدل بين شخصية الـ Online والطير طبعا وانت ضاغط على سهم تحت راح تلاحظ انه الطيور تتدبل يعني الطير الواحي يصير طيرين والطيرين يصيرون ثلاثة وطبعا راح يستمرون على هذه الحالة يعني يستمرون في التدبيل طبعا هذه الخطوة تستمر تقريبا من بين 27 دقيقة لـ 30 دقيقة وانت ضاغط على سهم تحت او الـ Gear على تحت لكن انت خليك ذكي لا تعب نفسك يعني تقعد نصف ساعة وانت ضاغط على سهم تحت لا يعني سند الـ Gear على اي شيء بحيث انه الـ Gear اوتوماتيكيا هو يعني يتحرك على تحت على سبيل المثال جيب ريموت وسنده على حاجة كذا يعني سويله وضعية بحيث انه يعني يكون الـ Gear على تحت ويتحرك الحاله طبعا مع الشرح ممكن راح تفهمها انت صورها في عقلك راح تفهمها جيب اي شيء سنده على الـ Gear بحيث انه هو يتحرك الحاله بعدها اجيب جوالك احسب تايمر تقريبا من بين 20 دقيقة الـ 22 دقيقة بجوالك بعد ما تمر الـ 22 دقيقة راح تأخذ اليد انت وخليك انت ضاقت على سهم تحت عشان راح نستعد للخطوة التالية لان الخطوة التالية جدا جدا مهمة طبعا انا بعد ما مرت 24 دقيقة الـ 22 دقيقة اخذت اليد وبدأت اضغط اللي هو سهم تحت بيدي وخليك مركز لانه في هذه الخطوة خطوة جدا جدا مهمة لانه شخصية الـ Online راح ينتقل باتجاه الطيور خليك مركز يعني بعد ما تمر 22 دقيقة خليك مدرك الوضع ومركز لانه هذه الخطوة جدا جدا مهمة ولازم تكون فيها خفيف شخصية الـ Online راح ينتقل باتجاه الطير راح تشوفونا الحين شخصية الـ Online راح تنتقل باتجاه الطير فانا على طول اول ما ينتقل اللي هو شخصية الـ Online باتجاه الطير راح اتمي ضاغط على سهم فوق يعني شوفو الحين شخصية الـ Online انتقل باتجاه الطير انا اتمي ضاغط على سهم فوق حلوين اتمي ضاغط على سهم فوق اول ما انت تتمي ضاغط على سهم فوق راح يرجعك على طول للمقطورة طبعا انا مبطل المقطع عشان افهمكم لكن انت لا تسويها بسرعة راح تميضغط ساهم فوق راح يرجعك المقطورة و راح يتحصل الشخصية باللبس حقنا الابيض هذا فوق الطيور فانت تكون خفيف راح تضغط اللي هو دايرة واحدة بعدها راح تروح عنده هو اكترز او اول خيار بعدها راح تروح عنده هو البيتش بومس او الخيار رقم اثنين بعدها راح تروح عنده هو البادي بورد وولكر و راح تضغط له مربع 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 لما تضغط هو مربع 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 راح تظهر معاك ملابس مهكرة ملابس سطورية شطرنج على الأشياء جدا جدا خرافية طبعا حبيت أوضح حاجة ممكن تواجهونها كمشكلة أحيانا لما ينتقل شخصية الأولاين باتجاه الطير تحصل شخصية الأولاين هو فوق الطير يرجع مرة ثانية باتجاه المقطورة عادي هذا الوضع طبيعي لا تتوتر خليك طبيعي أرجع بدل بين شخصية الأولاين والطير راح تحصل شخصية الأولاين يرجع باتجاه الطيور يعني راح يرزبن فوقها و راح تكمل بقية الخطوات فتلخيصة اللي ما سبق الخطوات السابقة لازم تكون تسويها بسرعة اللي هو أول ما ينتقل شخصية الأولاين باتجاه الطير كل اللي عليك أنك تضغط سهم فوق بعد ما تضغط سهم فوق راح يرجعك للمقطورة راح تضغط دائرة راح تروع عند اللي هو أكترز بعدها راح تروع عند اللي هو البيتش بومز او الخيار رقم اثنين بعدها راح تبدأ فقط مربعات مربعات ورح تظهر معاك ملابس مهكرة المشكلة اللي ممكن تواجهها اللي هو اذا الطير اللي معلاش اذا شخصية الونلاين انتقل باتجاه الطير الطير بعدين رجع باتجاهها المقطورة هذا عادي طبيعية ارجع مرة ثانية بدل بين الاثنين ورح تحصل ورجع فوق الطيور وكمل بقية الخطوة طيب بالنسبة لي اللي هو ايش الملابس اللي اقدر اخذها واش الملابس اللي ما اقدر اخذها طبعا انت تقدر تاخذ اي لبس في لقناع كريسمس يعني راح تبدأ فضغط مربعات 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 الين ما يطلع لك لبس في لقناع كريسمس يعرفت كيف? يعني على سبيل المثال والله حصلت لي لبس شطرنج كامل وفي لقناع كريسمس راح اضغط عليهم ثلث ليش تضغط عليهم ثلث عشان تاخذوا معاك يعني اي لبس يعجبك في لقناع كريسمس راح تضغط عليهم ثلث طيب ايش الاشياء اللي حاول انك تتجنبها او تجنب انها تكون في لبسك يعني مثلا اي شي متعلق بالكريسمس يعني مثلا سروال كريسمس تيشيرت كريسمس شهال كريسمس جازمة كريسمس موجودة في لبسك انت ما تقدر تاخذه حاول تبعد عنه حتى لو كان فيها قناع كريسمس وفيها مثلا سروال كريسمس انت ما تقدر تاخذها يعني خلي لبسك نظيف بعيد عن اشياء الكريسمس بعيد عن اشياء اللي هو or على سبيل المثال العصايا حزام الشرطة مع العصايا هذا من اشياء اللي هو الممنوع تخش غرانت فانت حاول تبعد عنها. هالاياد المخفية بشكل كامل حاول انك تبعد عنها ما تقدر تجيب هذا اللبس. الملابس الوحيدة اللي تقدر تاخذها الملابس اللي فيها اقنعة كريسمس. طبعا الملابس جدا جدا كثيرة. يعني ممكن تحصل اللبس مدرع كامل مع اقناع كريسمس. ممكن تحصل له السروال الابيض او السروال الازرق بقناعة كريسمس. لكن ما انصحك بهذه الطريقة. اه خمسمية وستة لايكات راح تنزل طريقة سهلة جدا جدا. في كل مرة تضغط مربع. راح يجي معاك اللي هو سروال الام هكا. طيب لما تنتهي من تجميع واختيار الملابس كل اللي عليك انك تضغط دايرة مرتين. بعدها راح تروع عند الو الشورت لست اكترز او خيار راقم ثلاثة. راح تلاحظ هنا جميع الملابس اللي اخترتها او ضغطت عليها مثلث. فطبعا كلها لازم يكون فيها اقناع كريسمس هذا من تهيين منه. فانت الحين راح تختار اللي هو اللبس واحد تجيبه معاك اللي هو اونلاين. راح تضغط عليه اكس وراح يدخلك على اللي هو الديريكتر مود على سبيل المثال ان اخترت هذا اللبس وضغط عليه اكس دخلني في الديريكتر مود. في الديريكتر مود انتظر لمدة عشرة ثماني. طيب بعد ما تتكي في الديريكتر مود شوية كل اللي عليك الحين انك تسوي ستارت اه بعد الستارت راح تروح عند اونلاين بعد الاونلاين بلاي جي تي اونلاين ثم راح تخش الهو انفايت اونلي سيشن. لما رسبنا كل هين راح تلاحظ انه رسبنك باللبس اللي اخترته. يعني قلتش جدا جدا بسيط وما ياخذ منك يعني وقت. طبعا بس ياخذ من وقت في تدبيل الطيور لكن في البقية على طول يعني في دقائق تخلصها. طيب يعني انا صراحة اعتذر على طول المقطع لكن اللي يعني اللي متابعين قناتي من الزمان احب افصل كل شيء بالحبة والنص عشان الواحد ما يطلع من المقطع الا هو فاهم الحبة والنص وكل شيء يعني عرفته كيف. فراح تروح تحفظ اللبس وكذا يكون ابروك عليك اللبس. طيب يلا ننهي المقطع. يلا ننهي المقطع. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع. لا تحرمونا املا لايك و السبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. ولا تنسون خمسمية وستة لايكات راح ينتنزل الطريقة لو تجيب بيها سراء الابيض والازرق بكل سهولة. طيب. اه شكرا لكم على الدعم. شكرا لكم على المشاهدة. الرابط كلها نفخانة الوصف ذا كنت بتخش. سلام. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. من الفترة سورة من القناة. شكرا